الأصل في الأعياد على اختلاف مسمياتها أنها من شعائر الأديان فهي سمة من السمات التي تتميز بها كل ملة وأتبعها عن غيرهم وقد تواترت نصوص الشرعية بحصر أعياد المسلمين في عيدين كل عام هما الفطر والأضحى وعيد كل أسبوع هو يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ما سوى ذلك من أعياد كالكريسماس رأس السنة الميلادية وغيرها فهي لأهل الكتاب ولا يجوز للمسلم اعتبارها ولا الاحتفال بها ولا التهنئة بها أو المشاركة فيها ويدخل في ذلك إهداؤهم ما هو من لوازمها أو بيعهم هذه المستلزمات من أنوار وأشجار ومأكولات معينة فإن هذا منهي عنه لسببين الأول أن في ذلك تشبها بهم وإقرارا لهم على كفرهم وقد حرم الإسلام التشبه بالكفرين فيما هو من خصائصهم الثاني أن في هذه الأعياد ابتداعا وإحداثا في دين الله تعالى طال بن القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد أو نحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ولا يعني هذا إساءة المعاملة ولا الاعتداء فإن رفض المشاركة ليس اعتداءا وإنما هو تميز المسلم واستقلاله في معتقداته وشعائره عن غيره ولهذا جاز قبول الهدية منهم ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال بل تأخذ على سبيل البر وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام ما لم يكن مما ذبحوه لأجل العيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها وعن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه ترجمة نانسي قنقر